ترأس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة واحدة لألفين واحد وعشرين للمجلس الأعلى للبترول وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بأعمال ومشاريع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التبعة والجهود المبذولة للنهوض بالصناعة النفطية بما يحقق الأهداف المنشودة والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة